يعني الزحمة المرورية اللي كانت على الدائرية. وعد تدور ايه سبابها لا ايه سبابها البشر? السوائين. سوائين العربات الملاكي وسوائين العربات الاجرى والمكروباس والنصناء. كله ماشي غلط. فبدخلوا في بعض. فالعربات مش بيضربوا في بعض. لا ده يدخل كده او ده يدخل كده او داخل يمين وداخل شمال. وكله غير ملتزم بالاماكن بتاعته. او بالتجاهات السير بتاعته. فبتؤدي الى عطلة المرور. طيب النهاردة حردك ما فكرتش لمدة دقيقة. ان الزحمة دي بتخسرك فلوس. اقول. الزحمة دي العربة دائرة على الفاضي. بتستالك بنزين. البنزين بقى بفلوس. العربية بتستالك سولار. السولار بقى غالي. طب انت لو التزمت بقواعد المرور. مش هيبقى في زحمة. فاستهلاكك في البنزين وفي السولار هيقل. ما تفهموا بقى. ولا انت مش تقولين تفهمهم. ولا هتفهموا لما الايام تقوم. الدولة منعت سار النحن على الطريق الدائري. عشان الزحمة. وبرضو ما فيش فايت. المتسبب فيها السائقين. الملاكي. والاغرى. والاوتوبيس. كله. كله فوضى. انت فوضويين. ما فيش نزاع. انت لما بتلعب ما بتروح البيت. واغبالك بتقوم قلع الشراب ورمين. وتقول لها الولية هتلمح ورها مني. ده بيعكس دليل على الفلكلور الاجتماعي بتاعك ان انت مش منظم. فوضاوي. انما انت لو قلعت الشراب. وديته لثبت الغسيل. بأيديك. عملت نظام. هكذا. وانت ماشي في الشارع.